الوقت الراهن كيف سيحصل المكتتبين على منازلهم كيف ستقومون بعمليات التخصيص طبعا قبل ذلك يمكننا الحديث عن موضوع تحدثت عن 1531 مكتب ومكتبة هناك ما يزيد على 500 شقة سكنية باقي الشقق السكنية كيف سيتم التعامل مع المكتتبين عليها نعم الشقق الآن هي 359 لأنهم 192 خاصة تخصصوا تم التخصيص فيهم ونتهوا يعني حتى ملكياتهم نقلت من قبل الحكومة الآن هي في ملكيات شخصية للأشخاص المتخصصين أصولا الآن نحن لدينا 359 شقة هذه الشقق سيتم تخصيصها للمكتتبين طبعا هذه الشقق هي غير كافية لتخصيص جميع المكتتبين الموجودين على هذا المشروع الآن نحن في طور إعادة دراسة هذا المشروع دراسة هندسية بسبب أن المخططات الموجودة يعني هي لا توفر شروط المسكن الكريم فأرادت الحكومة قبل البدء بإكمال هذا المشروع إعادة تخطيطه وتم إعلان مسابقة للمرة الأولى ومسابقة للمرة الثانية لإعادة دراسة هذا المشروع من قبل الشركات والمهندسين والمقاولين أيضا أفهم من هذا الكلام أنكم كحكومة إنقاذ ستعملون على إكمال هذا المشروع لتخصيص جميع المكتتبين على مشروع السكن الشبابي نعم تماما الآن لنعود إلى السؤال كيف سيحصل هؤلاء المكتتبون على المنازل كيف ستقومون بتخصيصها نعم كما ذكرنا في حال انتهاء المشروع الذي سينقل إليه أهلنا المهجرون سيتم بعدها مباشرة إن شاء الله أكمال أعمال مشروع لأننا ذكرنا أيضا أن الشقق هي غير جاهزة بالكامل ففيه شقق تحتاج إلى بعض الترميمات فيه شقق تحتاج إلى إكساء بشكل كامل وخصوصا الأعمال المشتركة للأبنية فهي جميعها غير مشغولة فبالتالي بعد أكمال هذه الإجراءات سيتم إن شاء الله وتعالى تخصيصهم وتسليم الشقق ونقل الملكيات إليهم وصولا إعادة أصلاح هذه المنازل الغير مكتملة أو إعادة إكمال عمليات البناء بها ستكون على نفقة الحكومة أم على نفقة المكتب؟ المشاريع الإسكان معروفة هي لجميع المكتبين تكون هذه المشاريع تسلم للمكتب أو للمخصص بثمن التكلفة أي أن الحكومة تحصي ما أنفقته على هذا المشروع من جميع النفقات الموجودة سواء كانت إنشائية أو إكساء أو إلى آخره ويتم تخصيص كل شقة بنصيبها من هذه الكلفة وثم يتم استفاء هذه المبالغ وفق إجراءات معمودها نعم تحدثت قبل قليل عن موضوع النقل للشاغلين في مشروع السكن الشبابي إلى مشروع آخر إيجاد سكن بديل للشاغلين لمشروع السكن الشبابي لو تحدثنا عن هذا المشروع هل اكتمل كم بقي له حتى يكتمل بشكل جيد ويكون مؤهل للسكن لأهلنا سواء المهجرين في هذا المكان أو حتى الباحثين عن أماكن سكن بديلي للمخيمات التي قد تكون مهترعة أو ما شبه نعم في سياق هذا المشروع تحديدا تم الاتفاق مع وزارة التنمية والشؤون الإنسانية على تخصيص مشروع لمثل هذه الحالات وهو يقع غرب إدلب في منطقة كفر جيلس المعروفين وهذا المشروع الآن هو قيد التشطيبات النهائية وفي حال انتهاء مباشرة إن شاء الله وفق إجراءات ستقوم عليها وزارة التنمية بنقل هذه العوائل إلينا كم من الوقت يحتاج حتى ينتهي العمل بهذا المشروع بشكل كامل؟ في الحقيقة هذه المعلومات هي من اختصاص وزارة التنمية لا يوجد جدول زمني لو تحدثنا بشق آخر هل هذا المشروع يحوي على جميع الخدمات المناسبة للسكن أو التي يتطلبها السكن الجيد؟ نعم هو مشروع متكامل يعني فيه من الشقق السكنية وأيضا فيه من البناء التحتية تم تجهيزها عن طريق وزارة التنمية والتعاون أيضا مع بعض المنظمات الإنسانية مثل الطرقات والصرف الصحي والمياه وأيضا المراكز الإدارية والمراكز الترفيهية مثل المساجد والمدارس وحتى المساحات الخضراء نعم في الختام هل تعتقدون كوزارة إدارة محلية أنكم ستحققون نتيجة من عملية أو ستعيدون الحقوق إلى أصحابها من خلال هذا العمل الذي تقومون به من خلال نقل الشاغلين لمشروع السكن الشبابي إلى مخيم كفر جالس وتخصيص المكتتبين في هذا المشروع في الحقيقة هنا نقطة مهمة دور الحكومة كحكومة أنقاذ هي إيصال الحقوق لأصحابها جميعا فكما للمكتتبين حقوق في هذه المنازل وأيضا كما للمهجرين حقوق في إيجاد مساكن بديلة للسكن فيها فمن هذا المنطلق انطلقت الحكومة في إيجاد مسكن بديلة أي أن هذا الشاغل لهذا العقار المهجر لا يمكن إخراجه إلى العراء لا يمكن إخراجه إلى الشارع دون تأمين بديل وفي هذا السياق عنده تأمين بديل في الغالب أو بالأكيد هذا الشخص سيتقبل فكرة الخروج كون وجود بديل جيد مناسب إن شاء الله سينتقل إليه وبالتالي بعد أفراغ المشروع كما ذكرنا سيتم أكيد تخصيص المكتتبين وتسليم الشخص ومشاء الله